السلام عليكم معكم احمد حتاحت بالفيديو اليوم هنطرق لاستخدام جديد لدالة فيلوكاب هو دالة فيلوكاب دالة بحسية نحن ما هنغير عمله لانه هاد عمله الاساسي وانما هنرفع كفاقته كيف هنرفع كفاقته؟ عندي التابل طبعي اللي فيه الحركة اليومية انشأت صفحة استعلامات هاي الصفحة انا بدأيك توفيها رقم عملية هاد رقم العملية يجب لي معلومات طبعه من تاريخ ولا كود ولا بيان ولا كمية ولا سعر فانا بساوي هاد الشيء عن طريق اضالة فيلوكاب يساوي فيلوكاب الوكاب فاليو تبعي تثبتها فاصلة البيانات تبعي ضمن الحركة اليومية التابل هاد فاصلة العامود تبعي اللي يجيب من البيانات التاريخ هو العامود رقم واحد اثنين بعدين عندي نوع التطابق بدي تطابق تام صفر بسك القوس بقبس انتر وبسحبه لتحت فجب لي التاريخ الاح اسحبه على اليمين لاحظ انه تم عامود التاريخ فانا دي فوت على المعادرة هون وغير رقم العامود للثلاثة هون غير رقم العامود لأربعة هون غير رقم العامود لخمسة وهيك حاقف على الخلايا هادول واعمل نوع الخلية من ديت لجنرال كونترول شيفت مادة هلا انا بدي اعمل انه ادخل فيلوكاب اسحب على اليمين مو كل مرة بدي غير رقم العامود بركي عندي داتة كبيرة تقريبا ش 30 عامود بكون كيف ممكن نساوي الحركة هون في دالة جديدة حنستخدمها اسمها كولوم يساوي هاي الدالة بتعطيني رقم العامود للخلية اللي انا واقف فيها فهذا العامود رقم خمسة العامود ايه فعندي عامود اي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة او ممكن تعطيني رقم العامود لخلية انا بكتب ليها كولوم هاي الخلية مثلا بعطيني العامود رقم 8 فهي الدالة بستفيد منها انه تعطيني رقم ثابت كيف يعني رقم ثابت؟ يعني هذا الرقم بتحول للمعادلة رقم ثابت ممكن استخدمه بمعادلاتي فانا شو هعمل هاجواقف على دالة فيلوكوب وغير رقم العامود لدالة كولوم هاستخدم العامود اللي انا واقف فيه العامود اللي انا واقف فيه رقمه ثلاثة A B C عامود رقم ثلاثة او ممكن حدد الدالة واكمس F9 فبيعمل لي مثل تطبيق سريع للدالة فبيعطيه الرقم الثلاثة كونترول Z طب انا ما عبدي العامود الثاني اللي فيه البيانات فالثلاثة ناقص قديش اللي يصير اثنين ناقص واحد فبحط ناقص واحد انتر لما اسحب على اليسار بلاقي زاد واحد واحد بس طبعا عبياخد فورماتينغ خلية كالانو كوبي بيست فا كونترول شفت مده كونترول شفت مده بعدين بقوم بالسحب لتحد بطلع عندي كله تمام فيه مشكلة واحدة ظهرتلي انو انا واتثبت الخلية بي اربعة اخده هون كمان بي اربعة هون بي اربعة بس انا دي ابحث عن بي خمسة و بي ستة فبغير تثبيت الخلية لبس العامود هو بي بينما السطر حر لانو دي انتلل من فوق لتحتنا فبرجع بصحاب يمين بصحاب لتحت وبغير الخلايا لجنرال فالحالة صار عندي دالة فيلوكوب ودالة ديناميكية برقام الاعمدة فالاعمدة لازم بتغير رقما ديناميكيا بس فيه شرط ان الاعمدة لازم تكون متتالية يعني لو عامود الكود هون ما هيظهر الكود هون وانما هيظهر تبع الكمية هون وانما والكمية هيظهر تحته الكود فدى يكون ترتيب نفسه ترتيب الجدول الاساسي تبعي اللي عم بعمله استعلام هات كان درس اليوم كان معكم احمد حتاحة شكرا